والد العزيزان تلقيت بعض أخباركم، يبدو أنكم بحال حسن، ذلك ما أرجوه من كل قلبي، لقد مضانح تسعة أشهر لم نتواصل خلالها، وقد سبب لي ذلك قلقا رهيبا، ذلك أنني كنت أعلم أنكم منزعجون بسببي، وأن الشرطة لا تكاد تغادر البيت، وكان مستحيلا علي الكتابة لكم، أو إرسال أي شيء إليكم، كم أرغب في لقائكم من جديد لقد أضنيتكم بصورة رهيبة، لا يكاد يمضي يوم إلا وأنا أفكر فيكم، أحلم بكم كل ليلة تقريبا، فنحن كلنا عزيمة، وهناك إخوة يستشهدون كل يوم ليقودوا الوطن إلى الحرية سمعت بأنكم غيرتم المسكن وقد استغربت لذلك، فأنا على الدوام أحدث نفسي قائلة، لابد أنهم الآن حول مائدة الطعام، ثم أرى كل واحد في مكانه لآلة وطاطا زهيا معكم طبعا، تعلمون أنني مطلوبة كثيرا من الشرطة هنا في مدينة الجزائر فيستحيل علي إذن فعل أي شيء، ولذلك فقد قررت بل هو واجب الذهاب إلى جبهة القتال حيث أعلم أنني أفيد كممرضة أن أقاتل والسلاح في يدي، صحيح أن الطريقة سيكون وعرا للوصول إلى جبهة قتال، ولكنني آمل بعون الله بلوغ ذلك سالمة معافاة أود رؤيتكم قبل الرحيل، لا أدري إن كنت أستطيع، ولكن اعلموا أنني سأبذل وسعي، إذ حين أكون في الجبهة فلن تبلغكم أخبار إلا نادرا إن المت فلا تبكوني، فسأموت سعيدة أما أنتم والدي الحبيبين، فليس ثمة كلمات تعبر عن حبي لكم ألف قبلة ابنتكم التي تحبكم